في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى العمران ولتحقيق جودة الحياة للمواطنين أعلنت وزارة الإسكان عن انضمام المرصد الحضري الوطني المصري لشبكة المرصد الحضري العالمية التي ينصقها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أوضحت الوزارة أن مهمة المرصد تتمثل في إمداد متخذي القرار وصانعي السياسات بالأوضاع الحضرية للمساهمة في إعداد وتطوير السياسات الحضرية الوطنية من خلال إعداد وتحليل المؤشرات الحضرية ومتبعتها وتحديثها واستنبط مؤشرات جديدة تتناسب مع خصوصية المجتمع المصري والمنطقة العربية فضلا عن قياس كفاءتها في إعادة سياغة سياسات التنمية ترجمة نانسي قنقر